خلونا في البداية نبتدي كلامنا الأول بمباراة النهاردة وهي مباراة في منتهى الأهمية في مسابقة الدوري العام طبعا أمام نادي الاتحاد السكندري والمؤجلة من الجولة الرابعة مواجهة الاتحاد أهميتها لا تقل عن أي مباراة من المتشاط اللي حياخدها النادي الأهل الفترة اللي جاية لمليون اعتبار اتكلمنا فيهم وأكيد حنرجع نتكلم فيهم داني ده كله غير أن الاتحاد السكندري الحقيقة الموسم الحالي بيقدم مستوى عالي جدا وناجح جدا قدر أنه يكسب أول ثلاث مباريات وياخد العلامة الكاملة ولكنه اتأخر بعدها وخسر آخر مبارتين أمام المحلة وفيوتشر عشان يعني كده نقدر نقول أنه كل الفرق فيه الشوية اللي فاضلين كل الفرق عندها نفس الرغبة أن هي تحقق نتائج إيجابية وطبعا صراع النقطة سيكون قوي جدا جدا وأفتكر أن الموسم اللي فات إحنا فقدنا اللقب بسبب يعني نزيف نقاط ما كانش ليه أي لازمة نقاط سهلة جدا للأسف الشديد أهضرناها أمام فرق مش في قمة جدول المسابقة طبعا بقولي الكلام ده مع كل الاحترام ليهم زي البنك الأهلي اللي اتعدلنا معه ماتشين والجونة وإيسترن كامبني والمقاولين العرب كلهم فرق محترمة ما فيش شك لكن بيني وبين حضراتكم الطبيعي أننا كنا نكسب كل الماتشات دي عشان كده بقول مش عايزين نفرد في أي نقطة من النقاط الثلاث دي كل مباراة من المباراة القادمة ولازم نحط دايما في اعتبرنا أن الاتحاد السكندري فقد آخر النقاط بتوع آخر ماتشين يعني هيبقى داخل الماتش ده وعنده رغبة كبيرة جدا في أنه ما يخسرش المزيد من النقاط بس أنا بتفع معاك كمان لنتكلم عن المباراة الأخيرة لو جينا كده تكلمنا بتفصيل أكتر اللي احنا لعبناها على أو أمام غزل المحل على ملعبهم كانت يعني بجد لو احنا حنديها لقب أو حنقيمها كانت أكتر من ممتازة لي لأن عجبنا جدا الأداء وعجبنا جدا نروح لعيبة النادي الأهلي